السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله النهاردة هيكون معدنا مع شرح الدرس الاول من الواحدة السبعة. اول واحدة معنا في الترمي التاني. عندنا اول واحدة معنا او درسي بتكلم عن اللي هو العالم بتاعنا. عالمنا. تمام? فبيجيب لك هنا اول حاجة. البوكس اللي فوق دوات. دي الاهداف بتاعت الوحدة. الاهداف بتاعت الوحدة بتاعتنا كلها. بيقول لك ملف حقائق عن العجائب الطبيعية الموجودة في مصر. في مشروعا او مشروع وادي الحتان. بلاك بيوتي باي انا سويل. قصة بلاك بيوتي. ان انفرميشن دات اباو اه ان انفرميشن تيكست اباوت مينجوسز. واللي هو اه اللي هو الحيواني النمس. ملف حقائق عن العجائب الطبيعية. اشورت ارتكل اباوت الانيمال. ارتكل امقال قصير عن حيوان معين. تحدث عن البيئات وصف لبيئة أو عجائب طبيعية منقش الكصة ومحادثة عشان تسأل عن التوضيح التحدث عن الحيوانات بيئات الحيوانات البيئات داخل كل حيوان فيهم والعجائب الطبيعية التعبير عن نقص الفهم لو أنا في حاجة معينة مش فهمها وإن أنا أسأل عن التوضيح الماضي البسيط اللي هو المبني المجهول في زمن الماضي البسيط باستخدام وبدون استخدام المهارات الحياتية المفروض نكتسبها من الوحدة اللي هو أننا احترم التنوع في الطبيعة عندنا هنا أول حاجة خالص هنوصل البيئات عندنا هنا البيئات دي بكل حيوان من الحيوانات دي تمام طب تعالوا نشوف أسماء البيئات الأول أول حاجة عندنا كوستل كوستل ربيت أفضر مي كوستل جراس لاند جراس لاند بولر بولر رين فورست رين فورست ويت لاند تاني كوستل يعني كوستل كوستل معناها البيئة الساحلية الساحلية اللي هي بتبقى موجودة على البحر أو على المحيط جراس لاند البيئة العشبية بولر البيئة القطبية بولر البيئة القطبية رين فورست اللي هي الغابات المطيرة الغابات المطيرة آخر حاجة ويت لاند الأرض الرتبة الأرض اللي بقى فيها رتبة وميات تمام بعدين هنا زي ما احنا شايفين مجموع من الحيوانات. تمام? بيقول لك وصل كل حيوان من الحيوانات ديت بالبيئة بتاعتها. شوفوا الرقم بتاعها. عندنا اول نمبر ون شاي ده ما شايفين دوت تاني اللي هو انسان الغياب. اللي هو ارض بس ليه مصفات معينة عشان سهل علينا الكلمة دي اقول لنا عارفين كلمة لو بصينا اصلا ده اهنا كده هو في فلونه هو شخص فلونه هو ماي اللي هو البرتون شوية. فعندنا هنا كلمة او ار اي ان جي اللي هو كلمة اورنج اللي هو فاضل بس حارفي اورنج. ماشي بس هنا مع او رينجة او رينجة. كلنا احنا طبعا عارفين ترتل 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 كاريكال كاريكال كاريكل كاريكل دوت الحيوان الكاريكل نوع من انواع القطط اسمه الكت اه كت الواشق اللي هو ايه موجود وهنتكلم عنه هو موجود فين بالزبط فاسمه ايه كاريكل اللي هو حيوان الواشق فروج معروف طبعا الدفضع فروج اللي هو الدب الكطبي او الدبابة الكطبي ايه تمام فهن نسمع مع بعض وهنوصل كل واحد ديها كل حيوان بالبيئة بتاعته تمام هنشوف اللي سنينج مع بعض هنا من كتاب المعاصر ولك نمبر وان يبقى العيشة فين بيعيش فين في الرين فورستs and sped nearly their entire lives in trees وبيقضوا معزم حياتهم فين على ايه الاشقار بين الاشقار لانهما طبعا قروض فبيتنططوا على الاشقار تاني ورنغتنز live in rain forests and spend nearly their entire lives in trees يبقى ورنغتن 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 قالنا ايه rain forests number one so their rain forests will be number one okay number two see turtles rarely leave the ocean تمام اللي هو السلاحة في البحرية نادرة لما بت ايه بتغادر المحيط except to lay eggs in the sand الا بس لو هتضع البيض على الرمل يبقى في الاول في الرمل اللي يبقى الاول خالص هي ايه هي بتعيش فين في المحيط تمام الا ازا كانت هتسيب المحيط وتضع البيت فين على الشواطئ يبقى number two اللي هو الايه coastal number two coastal زي ما احنا شايفين اهو في المنطقة ديها طلع من المحيط عشان تضع البيت يبقى turtles coastal number three the polar bear is one of the new animals that can live in a polar habitat الدب الكطبي بيكون واحد من الحيوانات القليلة اللي تقدر تعيش فين في البيئة الكطبية تمام يبقى لو البولار bear يبقى number three polar number three polar number four caricles caricles زي ما احنا شايفين احنا هو caricles caricles live in grasslands because they live to hide in the long grass caricles caricles حيواني caricles بعيش فيه البيئة العشبية because يبقى السبب اللي هو بيحب يعيش في المراعي they live to they like to hide in the long grass بيحبوا ان هم ايه يستخبوا hide يختبئ في الاحشاب ايه الطويل يبقى they like to hide in the long grass اللي هو يبقى عندي caricles تبقى number four grassland caricles number four grassland so the last one frogs are wetland animals الضفاطح هي من هي حيوانات تعيش فين في الويتلاند البيئة الرطبة او الارض الرطبة that are able to live on land as well as in water هي بتحب بتعيش على الماء على في على الارض زي الايه المية يعني هي كائنات بر مائية تقدر تعيش على المية تقدر تعيش في الماء وتقدر تعيش ايه على الارض يبقى عندين هنا هي بتعيش فين في الويتلاند يبقى number five ويت لاند تمام بتحب لبقى كده هو بسرعة نقرأهم مرة بعض بعض listening والركز كويس والنط والركز كمان نشوف كويس احنا بنقول orangutans live in rain forests and spend nearly their entire lives in trees number two sea turtles rarely leave the ocean except to lay eggs in the sand the polar bear is one of the few animals that can live in a polar habitat caracals live in grasslands because they like to hide in the long grass frogs are wetland animals that are able to live in to live on land as well as in water تمام وبكده نكون احنا حلينا الصفحة الاولنية number one تمام دعم هنا بيقولك تحت خالص look through the unit which animal can sleep standing up and can live in almost all houses بيقولك من خلال الوحدة الحيوان اللي بيقدر ينام هو واقف و بممكن يعيش في معظم البيئات هنشوف ده الكلام ده مع الوحدة تمام سأل بعد كده بيقول ايه بيج تو listening listen to talk about habitats which one of the habitats from بيج تو بيج تو does the speaker talk about وقال لك استمع لحديث عن البيئات اي من البيئات اللي بيج تو من البيئات اللي هنا دي تمام المتحدث اتكلم ايه عنه تعال كده مع بعض نسمع listening نشوف listening مع بعض لو معنا الكتاب خارجي تمام ممكن تقدر تفتحه ونشوف تمام خلي بالنا عشان نسمع كواس جدا ايه البيئات اللي اتذكرت يبقى there are many different habitats around the world في بيئات مختلفة كتير حول العالم coastal habitats are along the coast of the sea يبقى عندنا اول بيئة هنا اتذكرت ايه coastal نركز مع بعض يبقى coastal habitats are along the coast of the sea البيئة الساحلية بيكون بطول ايه ساحل البحر تمام بعض الحيوانات بتعيش في البحر such as the sea turtle اللي هو السلحفاء البحرية will visit land for egg لي اللي بتزور الارض بس عشان خطر ايه تضع البيت يبقى عندنا اول بيئة coastal habitat البيئة التانية grasslands are usually found in the center of large areas of land البيئة المراعي او البيئة العشبية غالباً بيكون موجودة فين فوست منطقة كبيرة جداً من ايه مناطق كبيرة من الارض between mountains and deserts بيكون بين جبل وسحراء this is the natural habitat of animals such as the carical which like to hide in the long grass ويقول لك ده بيئة طبيعية لحيوانات زي حيوان الكت الوشك اللي هو with grassland نتمل مع بعض warm wet habitat بيعاكد عندنا that get the most rain are called rainforests بيقول لك البيئات الرطبة ويهي الدافئة اللي بتحصل على كثير من المطر اللي بيحصل فيها مطر كتير are called rainforests بتسمى الغابات المطيرة trees grow very tall here الاشجار بتنمو تكون طويلة جداً هنا they saw that they can get sunlight هما بيتطولوا جداً عشان يقدروا يحصلوا على ايه ضوء الشمس more than half of the world's animals animals live in the rainforests بيقول لك اكتر من نصف حيوانات العالم بيعيش فين في الغابات المطيرة including the orangutan متضمنة إنسان الغاب يبقى عندي البيئة الثالثة ايه rainforests يبقى عندينا كده coastal grassland rainforests number four a wetland is a place where the land is often covered by water الاراضي الرطبة هو مكان حيث ان الارض دائما متغطية بايه بالمية for example the nile delta اللي هو delta نهر النيل wetland animals like frogs are able to live on land as well as in water الحيوانات اللي هي الاراضي الرطبة اللي بتعيش فينك like frog زي الدفوضع are able to live هي قادرة على انها تعيش على الارض والمية تمام؟ اخذة عندنا coastal grassland rainforest wetland the bottom and the top and bottom of the earth top اللي هو ايه؟ اعلى bottom اسفل تمام؟ القاع او كمة والقاع كمة الارض والقاع الارض of the earth are covered by ice مغطب ايه؟ بالثلج these areas are known as polar habitats المناطق دي بتعرف بايه؟ بالمناطق او البئات القطبية the polar bear is one of the few animals that can live in the cold temperature there الحيوان القطبي هو من الحيوانات القليلة اللي تقدر تعيش في المناخ البارد هناك اللي هي اللي هي اللي هي درجات الحرارة الباردة جدا هناك بتبقى طبعا اقل من الصفر بكتير تمام؟ يبقى كده ايه البئات اللي تذكرت مع بعض هنا اوت؟ تمام؟ عندنا اه ذكرنا اول حاجة coastal ممكن كده نكتب كده من فوق number one coastal habitat number two grassland grasslands number three rain forests number four زكرنا wetland ندمر five polar habitat okay يبقى عندنا coastal grassland rain forest wetland polar دي اللي بقاتل اللي تكلمنا عنها طب نبص على السؤال التاني وقولك listen again and answer the question استمع مرة اخرى وجاوب على السؤال دلوقتي طبعا احنا كرأناها تمام؟ وترجمناها دلوقتي هنقرأها كراءة تمام؟ مرة واحدة كده هوت there are many different habitats around the world coastal habitats are along the coast of the sea some animals that live in the sea such as the sea turtle will visit land for egg laying grasslands are usually found in the center of large areas of land between mountains and deserts this is the natural habitat of animals such as the carical which like to hide in the long grass grasslands are found all over the world grasslands are found all over the world warm wet habitats that get the most rain are called rain forests trees grow very tall here so that they can get sunlight more than half of the world's animals live in the rain forests including the orangutan a wetland is a place where the land is often covered by water for example the nile delta wetland animals like frogs are able to live on land as well as in water the top and bottom of the earth are covered by ice these areas are known as polar habitats the polar bear is one of the few animals that can live in the in the cold temperature there كمان كده كرأنا النصر مرة كمان نشوف بحل الاسئلة دي قول ايه هو بيعيش موجود فين اللي هو البيئات الساحلية قالك هي موجودة بطول ساحل البحر ليه حيواني الكريكل بيحب البيئة العشبية تمام احنا قلنا بسبب ايه is he like or it likes to hide in the long grass it likes to hide in the long grass it likes to hide in the long grass أي من البيئات بيحصل على أكثر كمية من المطر اللي هي الإيه؟ رين فورست تمام؟ طيب أين يوجد أكثر من نصف حيوانات العالم موجود في عايشين فين؟ في بردو رين فورست يبقى more than half of the world animals live in the rain forest طبعا عشان المكان فممكن إحنا أسا نكتبها بطريقة مختصرة ولكن هي more than حنكتبتك ذا الأول more than half of the world animals live in the rain forest what kind of habitat is the area is the area around the Nile Delta called؟ تمام؟ أي نوع من البيئات أو ماذا يكون نوع البيئة اللي موجودة حوالين دلتا النيل اسمها إيه؟ wet land wet land why do you think that only a few animals can live in polar habitat؟ ليه انت بتعتقد ان عدد قليل جدا من الحيوانات اللي بيعيش في البولار هابيتات ليه؟ because of the cold temperature عشان خاطر ايه؟ because of the cold temperature there بسبب الايه؟ الحرارة البرد جدا هناك تمام؟ طبعا لو بصنا عنده فرو تقيل تخين تمام؟ بيحتفظ بدرجة الحرارة وصعب جدا انه يعني ما يبردش تمام؟ هو ايه؟ ما ببردش اصلا تمام؟ اه وده طبعا بيساعده ان هو يعيش فين في المناطق الكطبية فطبعا ليه من الصعب ان هناك؟ عشان خاطر ايه؟ هناك هناك because of the cold temperature there الدرجات الحرارة وليلة جدا and the earth are covered by a ice والارض هناك ايه؟ the land the lands are covered by ice ان الهناكل ايه؟ الارض مغطرة ايه؟ بالتلج على طول تمام؟ وبكده طلاب العزاء نكون انتهينا من الدرس الاول تمام؟ اتمنى ان يكون فهمناك كويس جدا وحلنا الاسئلة مع بعض شكرا ليكم ان شاء الله الفيديو القادم هنتكلم على قاعدة المبني المعلوم والمبني المجهول في زمن المدارع البسيط شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته